السلام عليكم يا شاهي جلستاك في زيبيان إن شاء الله تلقاكم على هاد الفتيات انتوما بخير وعلى خير اليوم جيتكم به دائما الوصفة الرائعة ولا الى اكثر من الرائعة بسكو هذه الخبز كما ارى انا كتشفو معايا بج истории خبز روعة هذا الخبز هاد الخبز التركي هي وصفه تركية يجي بزاف خفيف وما فيش اح BLAT ما يجيش معجن من الداخل يجيي خاوي من الداخل خفيف والداخل فارغ كما را كتشوفو را كتشوفو معايا الصورة راهي تحكي وحدها يجي ما شاء الله تقدو تعتمدوه في لساندويتش تاعكم مع الصيف تعودوه اخر من من البطبوط بطبوط يجي شوية في العجين الداخل هذا يجي فارغ ويجي بزاف بزاف خفيف وبنين بزاف بزاف داك راح نشوفو المقادير والمقادير هي جدو مضبوطة يعني الوصفة راح تجيك ناجحة مئة بالمئة داك راح تجيك في الوصفة هذه نحتاجوا كاس ونصف دعمة وكاس ونصف حليب حامي ومغرف كبيرة خميرة الخبز نزيدو لها مغرف كبيرة سكر ونخلطو كل شي نخلطوهم بفوي كي ما تشوفو معايا هاد المقادير هي جد مضبوطة دونك يجيك الناجح ديريه انتي مع مضع عينيك بالنسبة للفارينا استعملت سبع كيسان فارينو هنا الكاس اللي تعبري به الماء ولي تعبري به الحليب نفسه عبري به الفارينو بنفس الكاس دونك حطيت الافارينو ستعليها مغرف صغيرة تعال ملح وخلط كامل المكونات بسباتيول أبخي ما بدأت تسقل معانا دونك نبدو نطمو فيها بصبعتينة وبيانسور يديني يكونوا نرقيين بطبيعة الحال دونك غادي نحجن هونو اللي معاكم هنا يا أبخي ما طمينا هذي كلابات تعنا نبدو ندلكو فيها حاقيتها في بلون دو ترافاي كي ما كتشوفو وبديت ندلكها دونك زدلها جست شوية تعال فارينو هكا ما كتشوفو معايا في الصورة ندلكوها مشي بساف قيس واحدة دو اتخوى مينوت ماكسيمون نونك فالا كيتولي خفيفة معايا كي ما هكا بهات الشكل نحطوها في امبوات ونبلعوا عليها ونخلوها تتخمر معانا مدة اربعين دقيقة هنا أبخي ما تخمرت معانا كي ما كتشوفو ما شاء الله هوتها هبطنا هبطنا الخميرة هبطنا لابات تلفتليل هادرة نونك بغيف نحطو شوية فارينو نديرو شوية فارينو على ونحطو هادي كلابات الزعنو بها الطريقة كي ما كتشوفو معايا وغادي نشكلوها مستطيل فارا نكسلوها شوية على شكل مستطيل وكي ما قلت لكم نديرو لفاغين بش ما سبداش تلسق لكم بش ما تقعدش تلسق لكم ديرو لفاغين في ونقسموها على على زوج نقسموها على اتنين كي ما راك تشوفو معايا ونبدو نقطعوها هاكا بالكوبات انا هاد الكمية خرجتلي تلتعش نحبو بتاع خبز تلتعش خبزة على تلتعش قطعة فلا ودرك نبدو نبدو نشكلها كويرات كل قطعة غادي نشكلها كويرات كي ما راك تشوفو معايا في الفيديو ونحطوها غادي نشكل كامل الحبيبات تلتعو عنا كويرات بها الطريقة فلا جيب الزاف سهلة لما كتشوفو طريقة مبساطة دونك ابخي ما ما كملنا كامل هادوك الحبيبات ودوقع تلتعونا كويرات غادي نغطو نبات تلتعونا ببلاستيك بإنساء شي ولا ببلاستيك ونحكمو نحب اللولة اللي اللي كسلناها ولا اللي حل عفوا اللي درناها كويرات نحطوها في اللي يكون مرشوش بالفارينة بيان سور ونبدو نحلو فيها بهالطريقة بالحلال نحلوها بهالطريقة نحلوها بيان تكسل معنا حتى تولي السمك التاحة من رقوهاش بزاف ومن دخلوهاش تانية غليدة دونك تكون واحد السمك التاحة قيس واحد واحد سنتيمات خلوه مين باعات نارك تشوفو معايا في الصورة دونك راهي واضحة في الصورة واضحة واضحة بها الطريقة ابغي ما كسلناها دونك غادي نحطوها وغادي نكمل الحبة الزوجة تاني نكسلها بنفس الطريقة نحلوها بالحلال بنفس الطريقة واضحة ماكتشوفو معايا غادي نحلو الحبة الزوجة تاني بنفس الطريقة وانحطوها تاني هي نحلوها غادي يتنحلو كامل هاد الحبة اللي راهم عنا بنا نحلوهم كامل بالحال عادي نبدو ناطيبو فيه تنحلوهم كاملين عدونا نطيبو فيهم بش ي storm ونبدو نطايبو بالحبة اللولة اللي اختمنها الحبة اللولة اللي حللناها هي اللي نبدو بها هي اللي نبدو نطايبوه فقول pivot هناني طايبت حبات طايبت طيبت حبيبات كم يكتشوفوا اماكتشووا معايا تكونوا لكم كيفاش الطريقة اللي نطيبوا بها جيجي ما شاء الله هيجي بزيخ خفيف دونك نحطوها فوق النار بينسيو يكون الطاجين سخون نكونوا مسخنين الطاجين من قبل ولا المقلة من قبل ونطيبوه على نار ومشي متوسطة نزيدو شوية للنار منزيدو لها ش بزيف منزيدو لها شوية ونبدو نقلبو نبدو ندورو فيها بها الطريقة كيما كتشوفوا معايا كيما كتشوفوا الفيديو بها الطريقة باش تنتفخ لكم باش تنتفخ لكم في المقلة غادي سيبدو تدورو فيها هكا باش نوزعو لها الحرارة قاح في كامل الجوانب ونبدو نقلبو فيها طيب شوية نعودو نقلبوها نعود طيب شوية نعودو نقلبوها بهالطريقة فالا دونك راني نحوص نشرح لكم لوا ماكسيموم كيما شوتوا معايا راهي تنفخت تعود كي ترفضوها من المقلة تعود تدفش يجيب الذفخ فيه روعة فالا نطيبو لحبة الزوجة بنفس الطريقة فالا نبدو ندورو فيها هيا بدات تديلنا فقاعات نبدو ندورو فيها ندورو فيها هادي كيستة بشوية نعودو نقلبوها ونبدو ندورو بنفس الطريقة هادي نطيبو كامل حبيبات هادو دوك تشوفوا معايا تبدأ تطلع تبدأ تنتفخ علينا في المقلة تنتفخ ما شاء الله هاد الوصفة قلت لكم ناجحة على ضمانتي ديريها وانتي مغمد عينيك برك تبعين النصائح اللي مديتهم لكم بس كي مديت لكم كامل النصائح بش جيك هاد الوصفة ناجحة بس كي هادي كي تسيوها خطرة غادي نعرف بلي غادي تولو غيية تعتمدوها اللي صانوش تتاعكم بس كي جي روعة روعة جي تقدو تعتمدوها ما في بلاسة الشاباتي التونسي ما في بلاسة البطبوت كي ما قلت لكم بس كي جي خفيفة خفيفة ومشي في ما فيهاش العجين لداخل جي خاوية فارغة من الداخل دونك روعة انتوية غاية هاد الهاد الاغاسات لك تشوفوا معايا راهين دفخت دونك نحطها وغادي نكمل كامل لحبيبات نزيدو الحبيبات الثالثة ثانية معايا دونك خليتكم تشوفوا ببيين كيفاش طيبت الحبات تكونسنتروا معايا ببيين بش تشوفوا ببيين كيفاش طيبتهم بش تنشحوا فيها ان شاء الله ببن الله فوالا دونك غادي نكملوها دونك وفوالا دونك ابخي ما نطيب كامل هاد الحبيبات تشوفوا معايا ثانية هدي تطلع ابخي ما نكمل كامل هاد الحبيبات تتوعنا والسر التحقنا من حليتهم كاملين خليناهم ريحوا بدينا نطيبوه بالحبة اللولة كامل اللي حلينا هيا اللي بدينا نطيبنا بيه وتعودي الزوجة تانية اللي طيب بيه فهمتوني بش الاخرين يبدو يريحوا شوية بش تندفخ لكم كيما هكا وجيكم ناجح دونك هاي بدت تندفخ كيما كتشوفوا معايا في الصورة ما شاء الله هاي جهي 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 هبلوا عليها انا فضر هبلوا عليها عجبتهم بسكوجاتهم خفيفة تقدو تتعملوها مام ورا بشكوفي كيما راهي تحطو فيها الحشو هاكا من الفوق وتدوروها وتدوروها تحطوها في البانيناز ولا في المقلاة ولا مام تحطو تاكلوها هكا تعمروها كيما تحبوا الصندويش اللي تحبوا ولا تحلوها من الداخل وتعمروها تاني دونك تستعملوها كيما تحبوا كنتشوفوا معايا يجي طري طري بزاف مايجي يا بس يجي بزاف طري وخفيف ما شاء الله دونك هنائيا بس كد أنا استعملتها كيما لوراب دونك دهنتها دهنتها من الفوق وخبسكو هي في الترك يديرو لها كيما هكا هذي غسط كتلكم وصفة تركية دونك يدهنوا فيها شوية زبدة هنا يا دهن عفوا دوبت شوية تاع الزبدة وزتعليها شوية تاع المعدنوس مقطع وبديت ندهن في الوجهن تاع الخبز بها الطريقة وتقدمت اللي مبغي ما يبغيش حاجة تكون قرام ما يبغيش حاجة تكون بزاف في زيته تقدو ما تديروش ما تديروش الزبدة بس هي الزبدة تزيد تردها بنينة بنينة وتجي فيها واحد تلقو ما شاء الله كنتشوفوا معايا دونك نقسم معاكم حبة تشوفوها كيف رجعت تشوفوا ما شاء الله رجع روعة روعة نقسم معاكم حبة تشوفوها تشوفو كيفاش يجي خاوي من الداخل ما فيش كامل العجين ميجيش معجن يجي بزاف خاوي تشوفو معايا رأي الصورة تحكي وحدا دونك وصلنا للنهاية تعالفيديو نتمنى منكم انكم تسيو هاد الوصفة ودنال اعجابكم ان شاء الله بإذن الله موقع لغنكم تعلولي في الوحديكم على بخوشان ان شاء الله في فيديو جديد نحبكم بيزو باي ما تنسوش تشتركوا وتشاركوا الفيديو مع صحاباتكم محبباتكم باي 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 اشتركوا في القناة